إذن قبل ذلك إذا حبينا نعرفه قليلا ما هو الواقع الافتراضي وكذلك المعزز المعزز نعم الواقع الافتراضي لو نتكلم عليه مثلا هو التقنية ثلاثة الأبعد لطروات دي يعني كيف نعطو فرصة للشخص يشوف كثير من الأمور كثير من المعطيات عن طريق تقنية ثلاثة الأبعد الواقع الافتراضي هو مثلا كما الألعاب للناس كامل يعني تلعبهم إما في سمارتفون إما في الحاسوب هذا عبارة عن مثال عن محيط ثلاثة الأبعد افتراضي ومحيط استنساخ للمحيط الحقيقي ولكن يكون ثلاثة الأبعد أما الواقع المعزز هو نحن دائما نبقى في الواقع ننظيف له معطيات ثلاثية الأبعد